نايمة شاز دي كان بيقول كده عارفة الهوب يفضلوا طول السنة يا حرام في امتحانات وإحنا مش عايزين بقى أحد يكلمنا في حاجة ولا تقوليه تابرين ولا حاجة أنا عايزة أخد أجازة وعايزة أرتاح الصح يعني هل أنه أكيد مش أنه مش الأباء والأمهات يسيبوا أولادهم تماما من غير أي برودكتيفتي يعني أو أن هم يعملوا حاجة مفيدة في الأجازة لكن في نفس الوقت هم مش عايزين يسمعوا ده يعني الأباء بقى هنا والأمهات حرام يعملوا إيه يعني زي طلعوا حاجة كده منتج مفيد من الأجازة في نفس الوقت من غير ضغط حقيقة ده سؤال مهمة بس يا وحنا يعني مفروض نسأل نفسنا الأول ليه يعني ليه أصلا عايزة أدير الكورسات وأفيده في الوقت ده في يعني أنا طبعا كأم برضو غير أن أنا متخصصة بحسة أوي بالأمهات عايزين نوزع عيالنا عشان إحنا مش هينفع يعودوا معنا طول الوقت في الصيف كده هل ده فعلا ينفع يكون هدف ولا الهدف حقيقيا أنا عايزة أنامي طفلي وخليه عنده زي ما حضرتك قلتي أنامي قدراته أنامي مهاراته أكتشف مواهبه فلازم أحط فكرة الهدف أنا لو عندي هدف واضح هعرف أشتغل عليه بعد الهدف أفكر بقى هعمل ده إزاي إزاي دي بحكتين هل أنا بلاحظ طفلي يعني إيه بلاحظ يعني باخد بالي مثلا عنده ميول معينة عنده موهبة معينة بكتشف مثلا إنه بيحب يركب حاجات ويفكها بيحب المث شوية فأنا عندي ملاحظة لطفلي وده بالعشرة بقى أنا عندي اكتشاف لميوله فبالتالي هعرف إيه أوجهه في الحتة اللي بيحبها كتير عايزين نوجه ولادنا زي المجتمع أنا ده بياخد كذا فأنا هواديه أصلا هو بياخد وده بياخد كذا أصلا أنا هواديه لا أنا مش هعمل زي حد أنا هعمل زي إيه هعمل حسب ميوله في طريقه هو ففكرة إن أنا بلاحظه ثالث حاجة بقى إنه في حوار أنا بياخده وبدي معين فلما بيكون في حوار هادي بسمعه وبفهمه بقدر برضه لمحتاج وقت يعود يعني مش طول الوقت أنا برا يعني حتى مهم جدا إنه برغم مشغولياتنا كتير برغم إن أنا بعمله مهارات كتير نا الطفل محتاج وقت لبابا وماما قاعد مع بابا وماما في ترابط بناخده وبندي بنتكلم زي ايام زمان كده بنسميه اجتماع العيلة يعني حتى في التربية بنقعد وناخد بندي مع بعض ممكن يكون نص ساعة أو ساعة في الأسبوع بس بحسب ده في الوقت فده بعمله إزاي من خلال أهدافي أنا عندي هدف واضح وعندي كيفية عملت ده إزاي من خلال الحوار ومن خلال ملاحظة طفلي عظيم جدا أنت إيه رأيك أصلا في تصرف الأباء والأميات لما هم بيقسموا العام لا للسنة مش العام الدراسي بيقسموا السنة لولادهم عندنا مثلا 7-8 شهور دول مذاكرة بندخل امتحانات والباقي بتاع أنشطة رياضية بقية السنة هل ده أفضل ولا من الممكن احنا نخلي فيه أنشطة رياضية حتى لو كانت بسيطة أثناء فترة الدراسة عشان ما يبقاش فيه الصدمة اللي بتحصل للطفل من انتهاء مذاكرة ومش عارف إيه للعب ورياضة وكذا ده حقيقي حقيقي لأنه أنا بعمل تفتت للإنسان يعني بفتته الإنسان نفسه جسد وروح يعني ثلاث حاجات فأنا لما أخليك طول الدراسة عمال مفحوط مذاكرة 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 وفجأة أعمل لك صدمة بقى يعني أروح أدخلك تستمتع بقى حاجات كتير وارجع تاني في المذاكرة أفقائك مش هيذكر كويس أصل يعني حتى في وقت الدراسة من كتر الضغط لقي ولادنا مش بيذكروا بشكل صح من كتر الضغط على الأقل في حاجات مستمرة يعني مثلا الرياضة الجانب الجسد ده مهمة جدا ده حتى بقى العقل السليم في الجسم السليم صح كده ومش بس في الجسم السليم في النفس السليم النفسي يعني المشاعر والأفكار فمهمة جدا حتى في حاجات مستمرة ممكن تكون مش بنفس الكثافة مش بنفس الكفاسيتي اللي موجود في الصيف بس في حاجات مستمرة زي ما حالك قلت الرياضة ده مهمة جدا تكون مستمرة معنا حتى لو مرة في الأسبوع ده بتخليه عنده صحة نفسية وصحة جسدية وتؤثر بشكل إيجابي على المذاكر